اشتركوا في القناة وقد موافقة مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن استراتيجية تطوير كلية البحرين التقنية بولي تكنيك البحرين نقطة مهمة في تاريخ الكلية والتي يحرص عليها صاحب السموغ الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة ويسهم في خلق المزيد من فرص ريادة الأعمال والخبرات للطلبة كلية البحرين التقنية بولي تكنيك البحرين وضعت مسبقا الخطة الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2023-2026 للمرحلة المقبلة والتي تراعي متطلبات السوق المحلية والعالمية بما يسهم في الارتقاء بجودة المخرجات وخلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية مركزة في أولوياتها على الاهتمام بالعنصر البشري ضمن المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهري لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتعمل الكلية على تلبية رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحول الكلية إلى مزود تعليمي مهدي إقليمي أكثر حداثة وكفاءة وابتكار ومرونة في الاستجابة لاحتياجات سوق العمل وإيمان الكلية بمبدأ الاستثمار في العنصر البشري وهو ما تؤكده المسيرة المتميزة لخريج بولي تيكنيك والذين يساهمون بقدراتهم وكفاءاتهم في دفع عجلة التنمية والتقدم في مملكة البحرين